اهلا وسهلا ومرحبا بطلبتنا الاعزاء المجتهدين الكنغر ومنقار البط والحوت والخفاش كلها حيوانات لا يبدو كثير انها بتشبه بعضها لكنها جميعا بتنتمي لصف واحد هو صف الثدييات فشو هي الخصائص العامة المشتركة اللي بتجمع بين هاي الحيوانات المختلفة في الواقع بتمتلك الثدييات ثلاث خصائص تركيبية توجد فقط في الثدييات ولا توجد فيها اي حيوانات اخرى اول هاي الخصائص انه جميع الثدييات يوجد شعر على اجسامها وجميع الثدييات تمتلك عظيمات السمع الثلاث في الاذن الوسطى وجميع الثدييات تمتلك غدد لبنية عند الاناف طيب الحوت من الثدييات فهل يوجد شعر على جسمه الجواب نعم يوجد شعر على جسم الحوت لكن من الصعب ملاحظته لانه بيكون متناثر في اجزاء الجسم المختلفة اما بالنسبة للغدد اللبنية فجميع الثدييات ترضع صغارها لامتلاكها لهاي الغدد ومن الخصائص العامة ايضا للثدييات انه القلب فيها مكون من اربع حجرات والتنفس بتم عن طريق الرئتين والاخصاب فيها داخلي ودرجة حرارة اجسامها هي من الحيوانات ثابتة درجة الحرارة اما بالنسبة للاخراج فتتخلص من فضلاتها النيتروجينية على هيئة يوريا بواسطة جهاز بولي متخصص هيك بنكون تعرفنا على الخصائص العامة الرئيسية لصف الثدييات تابعونا في المرة القادمة حتى نتعرف اكثر على هاي الثدييات الى اللقاء